موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمنان الأكملان على خير الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذه اللقاءات التي سنعقدها إن شاء الله تعالى وبمنه وفضله وكرمه حول مقاصد الصيام هذه العبادة الجليلة التي شرعها الله عز وجل في شهر رمضان اختار ربنا جل في علاه الصيام ليكون أبرز عبادة بعد القرآن في شهر رمضان ولا شك أن هذا الاختيار من ورائه مقاصد عظيمة وهذا إن شاء الله تعالى والذي سنبينه في هذه اللقاءات المقاصد بارك الله فيكم يقصد بها الحكم والأسرار المودعة في العبادات والمقاصد نوعان مقاصد المكلف من العبادة ومقاصد الشرع في العبادة مقاصد المكلف من العبادة أشنبغى المكلف من العبادة ومقاصد الشارع في العبادة أشبغى الله عز وجل في العبادة وهذه الثانية هي التي سنقف معها إن شاء الله تعالى مقاصد الشارع في العبادة وتحصيل هذه المقاصد أو ومعرفتها ومعرفتها يترتب عليه فوائد من ذلك أن الإنسان إذا علم هذه المقاصد إذا عرفنا هذه المقاصد هذه اللي بغى الله عز وجل في العبادة فمن فوائد ذلك أننا سنأتي بالعبادة على الوجه المطلوب أننا نغندر العبادة على الوجه اللي بغاه الله عز وجل فإذا عرفنا مقاصد التوحيد سنأتي بالتوحيد المطلوب إذا عرفنا مقاصد الصلاة غد ندير الصلاة اللي بغاه الله عز وجل وهكذا إذا عرفنا مقاصد الزكاة ولعرفنا مقاصد سائر العبادات فإن من فوائد ذلك أننا غد نجيبها على الوجه المطلوب الصلاة مثلاً الله عز وجل جعلها أعظم عبادة بعد التوحيد هذه الصلاة من ورائها مقاصد من ورائها معاني فيها حكم وأسرار المسلم إذا عرف مقاصد الصلاة أكيد أنه غد يصلي الصلاة لبغى الله عز وجل سيصلي الصلاة التي يريدها الشارع جل في علاه فإذا عرفنا مثلاً مقاصد الشارع في السجود وهو من الأفعال لتنذرها في الصلاة هل هذا السجود هو مجرد حركة ما فيها مقصد ما فيها معاني لا أبداً إلك الله عز وجل يقول فاسجد واقترب ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فهذا تيدل على أن السجود مش مجرد حركة فقط لا هي حركة ولكن فيها معاني عظيمة هذه المعاني هي المقاصد فالسجود الذي به الإنسان يقترب من ربه جل في علاه هو السجود الذي يصاحبه التعظيم للخالق جل في علاه والخضوع للخالق جل في علاه والتذلل لله جل جل في علاه فإذا سجدنا هذا السجود هذا كيف سيكون السجود دينا أكيد أننا سنجيبه عن الوجه الذي يريد الله عز وجل كذلك إذا أركنا كما يريد الله عز وجل أكيد أننا سنجيبه الركوع الذي يريد الله عز وجل وهكذا سائل الأقوال والأفعال التي تتكون منها الصلاة وعموما إذا عرفنا هذه المقاصد ديال الصلاة أكيد أننا سنجيبه هذه العبادة عن الوجه المطلوب شرعا هذه الناس مثلا الذين يضيعون الطمأنينة في الصلاة ما يركع شمزيان وما يستجد شمزيان ما سبب ذلك هو أنه لم يعرف المقاصد أو المقاصد من الركوع من السجود من القيام من غير ذلك ولكن اللي عارف هذه المقاصد تيجيب الصلاة اللي بغال الله عز وجل كذلك سائر العبادات إذن هذا من فوائد معرفة هذه المقاصد أننا تنجيب العبادة عن الوجه المطلوب شرعا كذلك من فوائد معرفة هذه المقاصد هو الحرص على اكتسابها هذه المقاصد اللي نذكرون شاء الله تعالى المتعلقة بالصيام المقصود هو أننا نعرفها نعم والمقصود كذلك أننا ننتصف بها وأننا نديرها نجيبها لأن الله عز وجل شرع هذه العبادة لماذا؟ علاش؟ باش نكتسب هذه المقاصد باش نحصلها وباش نتصف بها تكون وصف طبع لنا إذن هذا من الفوائد إذن فإذا عرفنا مقاصد الصيام خصنا الحرص على اكتسابها وخصنا الحرص على الاتصاف بها في رمضان وبعد وبعد رمضان كذلك هذه المقاصد بارك الله فيكم ووفقكم لطاعته منها ما هو جاء التنصيص عليه شرعا يعني جاء بيانه شرعا ومنها ما اجتهد العلماء في بيانه إذن فهناك مقاصد أوضحها الشارع وكي مقاصد أخرى هي من اجتهاد العلماء الصيام بارك الله فيكم من أعظم العبادات وأجلها ويدل على ذلك أدل كثيرة منها ذلكم الحديث القدسي العظيم الذي يقول فيه ربنا جل في علاه الصوم لي وأنا أجزي به الصوم لي فأضافه إليه وهذه إضافة تشريف مما يدل على شرف هذه العبادة وعلى عظم شأنها وأنا أجزي به يقول ربنا فأخفى الأجر للدلالة على ماذا على عظم هذا الأجر الأجر لتتحصل أيها المسلم ولتتحصل أيها المسلمة من الصيام أجر عظيم لا يعلمه إلا الشاكر الشكور جل في علاه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على فضل الصيام وعلى عظم شأنه لذلك كان من رحمة الله عز وجل بنا أن شارع لنا هذه العبادة في رمضان وأن رغب فيها بل أوجبها في رمضان ورغب فيها في غير رمضان من خلال صيام التطوع عبادة الصيام عبادة جليلة فيها مقاصد كثيرة بارك الله فيكم وقد أبرز العلماء هذه المقاصد ونحن إن شاء الله تعالى سنتدرج في بيانها وفي معرفتها من أعظم المقاصد التي توجد في الصيام واللي بغان الله عز وجل تصف بها هي التقوى هو مقصد التقوى لذلك قال ربنا جل في علاه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ما القصد؟ لعلكم تتقون قال الله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فهذا من أعظم المقاصد ومن أهمها الله عز وجل بغانا إلى صمنا يكون صيام دينا صيام تقوى صيام أهل تقوى وبغانا الله عز وجل نخرج بعد رمضان من المتقين ونكون من عباده المتقين إذن فإذا علمنا هذا إذا علمنا أن الله عز وجل بغانا انتقاوه في رمضان وفي غير رمضان فلا بد أن نسعى إلى تحصيل هذا المقصد وإلى اكتسابه وإلى الاتصاف به النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن أفضل الناس شكون هو أفضل الناس فيجيب عليه الصلاة والسلام كل مخمول القلب صدوق اللسان الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء الأخيار الأطهار قالوا صدوق اللسان عرفناها يا رسول الله طيب ما معنى مخمول القلب فقال النبي عليه الصلاة والسلام كل تقي نقي كل تقي نقي فهذا هو أفضل الناس وهكذا بغانا الله عز وجل نكون من أهل التقوى ونكون نقي كل تقي نقي نكون نقي في باطننا وفي ظاهرنا قلبنا تكون نقية والألسن دينا تكون نقية والجوارح الأخرى تكون نقية فالباطن خصو يكون مقد صافي ما فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا غير ذلك كذلك اللسان خصو يكون مقد يكون نقي ما فيه كذب ولا شهادة زور ولا غيبة ولا نميمة ولا غير ذلك كذلك الجوارح الأخرى خصو تكون نقية فهذا هو أفضل الناس كل تقي كل تقي نقي فإذا هذا ما يبغى الله عز وجل هو أننا نكتسبوا هذا المقصيد هذا حتى نكون ذاك الرجل الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل يقول عليه الصلاة والسلام كل مخمول القلب صدوق اللسان ومخمول القلب والتقي النقي كما ذكرنا إذن إذا علمنا هذا بارك الله فيكم فاعلموا أن التقوى هي أركان أن التقوى هي أعمال أن التقوى أخبار ينبغي تصديقها وأوامر ينبغي تنفيذها ونواهي ينبغي اجتنابها فالتقوى بارك الله فيكم مشتقة من الوقاية والوقاية هي الحاجز والمقصود هنا شرعا أن تجعل بينك وبين صخط الله وعذابه وقاية دير واحد الحاجز بينك وبين الصخط والعذاب دي الله عز وجل ما هو هذا الحاجز أشنا هو هذا الحاجز هذا هو ماذا هو التقوى الحاجز هو التقوى طيب ما هي التقوى كما سمعتم التقوى هي أخبار ينبغي أن تصدق وهي أوامر ينبغي أن تنفذ وهي نواهي ينبغي أن تجتنب وقبل أن نفصل في ذلك بارك الله فيكم لا بد أن نقف مع ثمرات التقوى ومع فضائلية التقوى وهذا درج عليه العلماء إذا أرادوا ذكر فقه مسألة يذكرون فضلها تذكروا الفضل ديلها والأجور التي حصلها المسلم والمسلمة من ذلك العمل والقصد من ذكر هذه الفضاء الأشن والتحفيز باش لإنسان يدير هذا العمل ويقبل عليه بقلب منشرح وبنفس منشرحة ويحرص ويحرص عليه فمن ثمرات التقوى وثمراتها كثيرة من ثمراتها يقول ربنا جل في علاه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين فمن ثمرات التقوى دخول الجنة فيسبب بعد رحمة الله جل في علاه ومشيئته في دخول الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين كذلك التقوى بارك الله فيكم سبب للنجاة من النيران أعادنا الله وإياكم من النار يقول ربنا جل في علاه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا الضمير في واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا إذن فمن أسباب النجاة من النار التقوى التقوى كذلك بارك الله فيكم سبب للخيرات وللبركات قال الله جل في علاه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات الآية ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات والبركة هي الخير هي الخير الكثير كذلك التقوى سبب للرزق قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث من حيث لا يحتسب كذلك التقوى سبب للعلم قال الله جل في علاه واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله كذلك التقوى بارك الله فيكم سببا لتيسير الأمور تسترلك الأمور ديالك كلها سبب ذلك هو أن تتق الله عز وجل قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى والتقوى سبب لتكفير الذنوب والتقوى سبب لعظم الأجر أو للإكثار من الأجر فإذا هذه من ثمارات التقوى فإذا علمنا هذا إلى عرفنا هذا الفضل ديال التقوى وهذه الثمارات التي يجنيها الإنسان إلى كلم التقي وهذه الحسنات الأجور لإعطاها الله عز وجل لأهل التقوى فحري بنا بارك الله فيكم أن نعلم معنى هذه التقوى وأن نقف مع أركانها حري بنا أن نكون من عباد الله المتقين أولئك الذين هم أولياء الله أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله جل في علاه التقوى كما ذكرنا تتكون من أركان ثلاثة أو تعريف التقوى باختصار وهذا من أجمل التعارف تصديق الخبر واجتناب النهي وامتثال الأمر إذن هذا من أجمل التعارف وأدقها تصديق الخبر واجتناب النهي وامتثال الأمر هناك أخبار أخبر الله عز وجل بها وجب علينا أن نصدق بها لأنها جاءت من الله جل في علاه ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا أخبر الله عز وجل عنه جل في علاه عن وجوده على أنه الإله على أنه الخالق على أنه الرازق إلى غير ذلك من يتعلق به جل في علاه فوجب التصديق بذلك والإيمان بذلك أخبر الله عز وجل أنه خلق كل الخلائق خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق الملائكة والجن والإنس وغير ذلك فوجب التصديق بذلك أخبر الله عز وجل بأنه خلق الملائكة من نور وأن هذه الملائكة لها وضائف ولها أسماء إلى غير ذلك من يتعلق بهذه المخلوقات فوجب التصديق بذلك أخبر الله عز وجل بأنه أنزل الكتب فوجب التصديق بذلك أخبر الله عز وجل بأنه أرسل الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام فوجب التصديق بذلك أيضا أخبر الله عز وجل باليوم الآخر وما فيه من أحوال فأخبر جل في علاه بالقبر وعذابه ونعيمه وجب التصديق بذلك أخبر الله عز وجل بالحساب والموقف وما يحصل من أحداث في ذلك الموقف وجب التصديق بذلك أخبر الله عز وجل بالجنة وبنعيمها والصفتها وجب التصديق بذلك أخبر الله عز وجل بالنار وعذابها وصفتها كذلك فوجب التصديق بذلك أخبر الله عز وجل بالقدر خيره وشره كذلك يجب التصديق بذلك فكل هذه الأخبار التي أخبر الله عز وجل بها لا بد لنا أن نصدق بها لأنها من عند الله جل في علاه هذا أولا ثانيا التقوى هي امتثال الأوامر هذه الأوامر منها الواجب ومنها المستحب هناك أوامر واجبة ينبغي فعلها واللي تركها قد يعاقب على ذلك وهناك أوامر مستحبة من فعلها يتاب عليها واللي تركها لا يعاقب على تركها فإذن الأوامر منها الواجب ومنها المستحب ونقول قبل الخوض في بيان هذه الأوامر أو بيان بعض منها نقول أن المسلم والمسلمة مخصومش يفرق في العمل وفي العبودية لله عز وجل بالواجب المستحب بعض الناس الآن للأسف يفرقون بين الواجب والمستحب إلا كانت شي حاجة واجبة يقدر يديرها لأنه يعرف أنه يقدر يتعاقب عليها إلا كانت شي حاجة مستحبة ما يديرهاش فيسأل وشهد وجبة ولا مستحبة هذا القصد هذا وهذا خطأ النبي عليه الصلاة والسلام ما فرقش بالواجب المستحب في طاعته لله عز وجل كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما فرقوش بالواجب المستحب في عباداتهم واعلم بارك الله فيك واعلمي بارك الله فيك أن الله عز وجل رتب على فعل الفرائد والنوافل أجرا عظيما من ذلك ما جاء في الحديث القدسي يقول فيه ربنا جل في علا وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه شوف الفضل دي الفعل فرائد النوافل حتى أحبه فهذا فضل فضل عظيم الحديث إذن فالمسلم مخصوش في الرقب الواجب المستحب في عمله في طاعته لله جل في علاه ولنا تتم إن شاء الله تعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بارك الله فيكم جميعا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر